فريق كرة طايرة كمان بنادي الزمالك تحت 17 سنة بقيادة كابتن حمادا مجاهد هيرجع للتدريبات بكرة إنساء الله بالملاعب المفتوحة في النادي استعدادا لنهائي بطولة الجيزة الجهاز الفني كان منح اللاعبين الراحة من التدريبات بعد الفوز على الترسانة المبارح بنتيجة 3-0 في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الجيزة خده أجازة النهاردة فريق هيلعب مباراة مؤجلة يوم الأربع مع ودي ديجلة إن شاء الله قبل ما يلعب المباراة الأخيرة يوم السبت اللي جاي مع صيد الدقي على صالة نادي الصيد بالمناسبة الفريق لحد الوقت بيتصدر جدول الترسيب بالفوز في كل الماتشات وفي حالة استمرار فوزهم إن شاء الله في الماتشين اللي جايين قدام ديجلة والصيد هيتم تتوجهم بطولة منطقة الجيزة كل التوفيق لفريقنا مستقبل كرة الطايرة في النادي بالتأكيد واللي بيضم لعبين وجهاز فني على أهل مستوى وإن شاء الله نبرك لهم على البطولة يوم السبت اللي جاي بإذن الله